السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي تتم به الصالحات وتنجز المهمات وهاي اول مهمة مع جيل 2007 بتشرف بداية حل الاسئلة على قناتي على اليوتيوب وحلي دائما رح يكون معكم للاسئلة الموضوعية شأن نعتمد على حال نباق الاسئلة كونه إلا حل تفصيلي بالدوسي لكن اسئلة ضع دائرة لا يوجد إلا حل تفصيلي جاب جازي الف باجيم وهكذا وأي سؤال غير أصل ضع دائرة بتلاقوه موجود يعني بإجماع من طلاب 2005 من قبل و2006 على فقرة ما يطلبه الطلبة من قوام التشغيل إن شاء الله رح أدلكم عليها بآخر هذا الفيديو لكن خلونا نبدأ الآن بحال لا سلي مع بعض أنا أعلم أنه ممكن يكون في أسئلة سهلة لكن بتخيل في هاي لحظات ممكن طالب مش من طلاب ما يكون قاعد يحضر والعلم للجميع خلي الكل يستفيد إن شاء الله بداية بالسؤال الأول بحكي لي عن وحدة قياس الزخم الخطي فأنا يفترض لو نسيها اشتقها من علاقتها من الزخم هو عبارة عن كتلة وتحرك كتلة تتحركت تمتلك زخم أي هيك سمناه كمية حركة أو تحرك يعني صار عندي ملاحظة إنه الزخم له اسم آخر كمية الحركة تمام الا كتلة تقاس عندي بالكيلوغرام والسرعة متر على ثانية فيكافئ ذلك كيلوغرام في متر لكل ثانية يعني الإجابة واضحة عندي هي دال لو أمننا هيك بيكون أفضل للجميع هي دال طيب يعتمد الزخم الخطي لجسم نحكي عن الزخم الخطي قاعدين يعني على كتلته وسرعته المتجهة هي بتعامل مع كمية متجهة وبالتالي بد يكون عندي جواب جين كتلته فقط لا سرعته فقط وزنه ما إلي علاقة بوزنه وتصارى صوت الحرة كي لا أي مما يأتي زخمه الخطي أكبر سيارة ساكنة ساكنة لا تمتلك زخما أم قطرة مطر ساقطة قطرة مطر لها كتل مادة ساقطة متحركة ولها سرعة فأكيد جواب واضح قطرة المطر وحدة قياس الدفع هي نفسها وحدة قياس آه بدنا أنتبه أنا كل ما اسمع دفع بتذكر مبدأي الدفع بده فت هذا ملقط مهم وماستر لما أقول بده لها عشان دكر هي تغير في الزخم والله لن يتغير الزخم إلا ده في قوة فالدفع يا بقيسه بكيلوغرام متر لكل ثاني اللي هسه اشتقناها أو يكافئ نوتين دوت سكند هذا إذا يسأل عن وحدات القياس لكن الآن لما أقول لي وحدة قياس الدفع هي نفسه وحدة قياس التغير في الزخم طب لو قلت الزخم الخطي مصبوط بس تلاحظه ليش نحن وحدة قياس الزخم والتغير بالزخم واحدة طب السؤال لو كان كاتب الزخم الخطي والتغير في الزخم الخطي السؤال مش دقيق لأنه الزخم والتغير في الزخم وحدة قياسهم واحدة طب مش لهالدرجة يعني ويمكن لو قلت تغير في الزخم ذكرني فعشان يكي كان الخيار أني أكتب الزخم الخطي في منحن القوة والزمن المساحة وعدتوني دائما هي عبارة عن قوة في زمن يعني تحقوها عن عملية دفع أو تغير في الزخم وبالتالي هي الدفع أي الكميات الآتية تمثل المعدل الزمني لمين للتغير في كمية التحرك كمية تحرك آه يعني بدنا المعدل الزمني للتغير في الزخم هذا يمثل القوة المحصلة هذه القوة تمام إذن نيجي على سبعة بس نشيك على الإجابات بس هيك عشان نكون واضحة أي الكميات الآتية تمثل التغير في كمية التحرك تلاحبوا التغير كمية تحرك بترجم وكأني جابوا التغير في كمية التحرك طبعا هو التغير خاصة في كمية التحرك تغير في مين في الزخم الدفع هو التغير بالزخم واجهين لعملة واحدة إذن مية بالمية تمام إذا علمت أن مقدار الدفع على جسم وكتلته فأي مما يأتي تستطيع حسابه أنا لما آجي وأحكي لكم عن هاي اللقطة إنه هاي بالنسبة إلي كثير بحبها صراحة شوفوا قلب الحب هذا بنفك كتلة في فاينل ناقص في إنيشيل اللي هو كتلة في التغير في السرعة وبالتالي إذا علمت مقدار الدفع هاي معي الدفع وكتلة الجسم سهل أعرف التغير في سرعته طب سرعة الابتدائية بعرفهاش سرعة نهاية بعرفهاش ممكن يكون صفر الابتدائية مش صفر أنا بقدر أعرف مقدار التغير في سرعته بغض البصر شو كانت قيم السرعة الابتدائية والنهائية إذن التغير في سرعته لأنه ممكن طالب يقول لي طب السادو تسارعه لا أعرف فترة زمنية اللي صار في هذا الإشعاء شان أقدر أعرف تسارعه تمام فالإجابة الدقيقة هي جدا واضحة إنه أنا مدام معي كتلة أيك الدفع إذن سهل معي أطلع التغير في السرعة كلما زاد من تأثير قوة في جسم كتلة إن تمام زاد مقدار الدفع المؤثر فيه وازداد مقدار التغير فيه زخم الخط هي واضحة صحيحة مئة بالمئة يعني لسا قرأتها حسيت فيها وأنا قاعد باكتب هيك الله معي الدفع يساوي أو بده فت وهذا وهذا كله بنفس الاتجاه وعلاقاته ميكتر بيه بمعنى إذا زاد مقدار القوة يفترض يزيد عندي مقدار مين الدفع وبالتالي رح يزيد عندي مقدار التغير في الزخم مئة بالمئة طيب نكوني خلصنا أول تسع دوائر عشرة حسب مبرهنة الزخم الخطي والدفع هيك تقرأ طب سألش مكتوب التغير في الزخم الخطي لا قصدنا علم الزخم الخطي والدفع وأنا أعرف إنه المبرهنة لو أنا بدي أكتبها المرات بحب أشرح أتنى أحلى لا أسأله الدفع يساوي التغير في الزخم وبرهنة ذلك عند ثبات مقدار القوة المحصلة حلو أنا وقت الآن لما أجي بدي أذكر القوة المحصلة اللي هي برعا معدل زمني عند ثبات القوة المحصلة يزداد التغير في الزخم بزيادة زمن تأثير القوة فعنا لاحظوا العلاقة قردية بين البسط والمقام عند ثبات القوة يعني برضو الإجابة الصحيحة عطول ففيش داع أقرأ باقي الخيرات لكن الواحد بيشك شوي يزداد يقص يقل يزداد يقل ثبات لا 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 ما بزبط أصلا لازم أثبت وحده فأنا عند ثبات القوة صفة اللي بصير على البسط لازم يصير على المقام ورياضيا تم شرحه وتأكيد عليها إذن زيادة بزيادة أو لو فيها قل يقل باختارها ما فيها قل يقل ففي زيادة زيادة مباشرة حسب مبرهنة الزخم وخطي عندها ثبات مقدار التغير في الزخم لاحظوا هان صار ثبات صفة علاقة بينهم علاقة عكسية زيادة مقدار القوة عندما تكون فترة زمنية أطول لا هاي بتكون أكبر عندما تكون هاي أقل يزداد مقدار القوة المحصلة عندما تكون فترة زمنية أقصر مية بالمية تمام مش دعا كمل لأنه ممكن يقول لي تقل بس بدي زيادة تقل مقدار عندما تكون أقصر لا تقل عنده ثبات لا ما زبط إذن لازم يكون يعني علاقة عكسية بينهم مية بالمية نيجع على اطناعش الدفع كمية متجهة يكون اتجاهها زي ما قلت لكم باتجاه هاي الدفع هو نفسه التغير في الزخم ونفسه اتجاه القوة المؤثرة باتجاه تغير الزخم الخطي وباتجاه القوة المحصلة نعم تجاه الزخم الخطي لا أما الزخم الخطي تغيره حسب القوة بصير يكون قوة مع تجاه السرعة في البداية أو عكسها فما بزبط لازم يكون عارف التغير في الزخم وليس الزخم يعني اهم كلمة تغير الزخم وبعكس انهم قراء التغير وبعكس التجاه القوة المحصلة دايما لازم يكون معايا بس هي اخطاء انه تجاه الزخم تجاه الزخم بلزمنيش الزخم يلا بنا على الاسئلة اللي فيها حل ويلا نفضي الصفحة هاي ونبدأ على بركة الله جسمان كتلة ب مثلي كتلة ا يعني م ب يساوي اثنين ايك بترجم وزخم والخطي متساوي زخم ا يساوي زخم ب فان افضل اسلوب بقلت لكم مثل هيك اسئلة مقارنة اني اوضع مبدأ الديكور وادور شو القانون اللي بجمع كتلة زخم مع سرعة اه والله الزخم هو كتلة بسرعة وبكتب طالب ايل على شمال ركزه افضل اكون ذكي بخليها في البسط A A B B B هاي مع هاي بتروح لانه دوله نفس الاشي يعني دستبدل مكان زخم A بزخم B فبطلع ليه صار واحد مكان كتلة B لاحظو بدي اوضع مثلي كتلة A يعني اشيل B بدلالة A وهان سرعة B لو ضرب الضرب بتبادلي بسي راي في عندي اثنين ع واحد وهاي سرعة A على سرعة B خلوا سرعة ايه موضوع القانون بتلايه سرعة B في ناس يقول للساد والله ما هي مستهلة وانا معك بهذا السؤال اي نعم لكن هيأت كل مبدأ بعد شوية بنستفيد منه بما انهم انهم نفس السرعات عفوا نفس الزخمات وبالتالي يفترض اجي احكي بكل ذكاء في ناس يكفكر هذا ثابت لاحظو اللي كتلته اكبر سرعته اقل واللي كتلته اقل سرعته اكبر عشان قيمته الضل ثابت لكن يصير هنا نوع من التركيز هاي اكبر اذا لازل تكون اقل مرتين لا هيك بيانت معاي فالاجابة الصحيحة انها هتكون بالنسبة ان هي الف تمام يلا على اربعطاش بس نعمل نظافة ايك اربعطاش اندي بيقول لي اثرت قوة نقدارها لمدة ستة بالعشرة ثانية على جسم فازداد زخم وهو بنقدار ازداد زخم كان زخمه في اللي داي باعرفش بس ازداد زخمه يعني اعطاني التغير في الزخم انت بو كان متوسط القوة مباشرة انا لو عارف العلاقة انه القوة المتوسطة هي عبارة عن معدل الزمني الزمني للتغير في الزخم بيقول هيك معش والفترة الزمنية ستة بالعشرة يعني معش ستة اتنين وفي عشرة الى فوق الجواب بيطلع عندي عشرين فالفكرة هون الطلاب مش فاهمين اللعبة لما اقول لكم مثلا جسم جسم كان زخمه البداية يساوي ثلاث وزخمه النهائي يساوي خمستاش كم الزيادة ازداد زخمه بمقدار ايه ناش يعني لما قل ازداد بمقدار اعطاني الدلتا جازي بدون معرف كم انيشيال كم فاينل ومش شرط انا بقول المثال يمكن تكون هاي واحد صح وهيصير عندي كام تراتاش وهكذا فاخدنا زيه بليكوزات اه عندي ضرب لاعب كوهة ساكنة ثمان فانطلقت بتسارع فانه متوسط عشان اتذكر انه في علاقة عندي القوة هي عبارة عن الكتلة بالتسارع وكتلة معاي اثنين على عشرة وتسارع معاي خمسين فبالتالي بيطلع معاي الجواب عشرة نيوتن طالب مقدار يعني الجواب بده يكون عندي باب اثرت قوة مقدارها على جسم كتلته لمدة فان التغير في سرعته اه سابس تجي لازل زيك اذا شفت حالي تايو مش عارف العلاقة بقول الدفع بالدفع انا ايك بحب اشتغل دايما طيب بكتوبهم بعدين بحلهم وقت بفكر بكل دكاء هو شو طالب التغير بالسرعة وين موجود هان فيعبار عن الكتلة بدل شو معطيني معطيني قوة ومعطيني زمن تأثيرة خلاص وصلت اللي هي كأني يعني استخدمت القوة ومعدل زمني فكتبت بالنسبة لام في دلتا في تساوي اف في دلتا تي كم الكتلة خمسة غير في السرعة بدو اياه قوة عشرين فقرة الزمنية اربعة عخمسة عخمسة عشرين عخمسة فيها اربعة اربعة باربعة بدو يعطي عندي ستاش فالتغير جاه صار كان ستاش يلا بنا الصفحة الاخيرة اللي بستنى فيها الاف طلاب روح عليها سبعة عشر يتحرك عندي جسم نحو المحور اكس سي فأثرت عليه قوة فأصبح زخهمه اربعة يعني زخم الانيشيال ب اثرت عليه قوة كيف زخمه في سالب اربعة بي طب ليش سالب لمنحور اكس فان دفع محصلة القوة هو طالب دفع دفع لاحظوا مش القوة دفع محصلة القوة بالدفع 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 انا مش بعطيني قوة وزمن لا استفيد منهم بس استفيد من هاي بهايت بقول الدفع عبارة عن بي ناقص بي مراعيا ما يلي فاينال بس اجع وضها بيدي عوضها سالب اربعة انيشيال بيدي عوضها موجب بي يعني سالب اربعة بي وهي موجب بي فلاحظوا كم طلع سالب خمسة بي يعني خمسة بي نحو اكس السالب فالجواب بال طبعا اجي احكي لكم يعني في ناس مرات يعني كن مش مستوع بالفكرة كيف انه انا مثلا لو كان معي دينار هيك بحكي لو كان معي دينار حلو وصار علي دين خمس دنينير معي دينار هي وان جي دي وصار علي اجت ايك ظروف قاسية للكوة صار علي دين خمس دنينير بس ادد دينار وبضل علي دين اربع دنينير فتشوا الفكرة يعني في دينار راح لصفق العداد وعلي اربعة فهيك كانت الفكرة فاللي صار كالتالي انه هذي هي تشبيه يعني انه انا علي دين خمس دنينير هيك معناها بس من وجود دينار معي خلى الفنيته هون صار علي باربعة بس من هي كم كان علي دين او كم صار علي دين في هاي الظروف خمس دنينير معي دينار من اول ضل علي اربعة بس هو علي كم او قديش الدفع اللي صار هاي سالب خمس اياك كفكرة يلا بينا حبيت للتشبيه تمنطاش سيارة كتلتها تصير بسرعة انخفضت سرعتها الى قديش كانت بعرف الاتجاه نفس ما تغيير في زمن قدره فانه متوسط القوة ما بعرف ابدأ لعنده مبدأ بيبدأ دفع بدفت ماستر لجميع العسئلة شو طالب السؤال فانه متوسط القوة معطيني الزمن وهاي اللعبة اللعبة الحلوة طلعهم معاي ام في فاينل ناقص في نيشيل انا نسيت انه قرأت سرعة 20 فانخفضت يعني سهل السؤال قرأت انه فيه ترك بده السرعة الابتدائية لها فالفترة الزمنية برضو معي لو عوضت كتلة سيارتي 1200 سرعة الفاينل انخفضت بالاتجاه نفسه طب السؤال ما حكى عن الاتجاه خلاص بدي اعتبر انا مش مطلع لي جبهات سالب بدي اعتبر انه كان تجاه نحو اكس الموجب هيك الاصطلاح يعني بنعتبر اكس الموجب ففي فاينل 8 وفي انيشيل كم عندي 20 فيه ناس بقول طب ليش منعتبر على اكس السالب بصير بصير حتى لو طلع جوابي سالب او موجب مش هامل الاشارة انتشو المبدأ هذا بدنا نوصل له وبالتالي القوة بدي اياها والفترة الزمنية كم معي مقدارها 36 صفة عندي هنا 12 12 14 لا تنسوا عندي هنا طبعا هاي 8 ناقص 20 سالب 12 حلو 12 12 14 انا لازمني اللحاس بس مش مشكلة بندبرها وفي عندي صفرين وهي 36 على 36 على 36 راح يكون عندي الجواب هنا 400 ان فيها 4 يعني سالب 400 بس ما في في الخيرات السالب فانا وقت باهتم للجواب هذا فقط لغير بحيث خلاص فهمت مدام هيك انو تكون مثلا بداية زي هيك فهوان سالب 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 الموجب بيطلع الجواب موجب بغض النظر بس اذا الجواب يعني كان فيه سالب موجب يكون السؤال هذا مش دقيق انا ما حدد الاتجاه وقت بصر في النظر عن السالب الجواب يكون عندي جيم يلا 19 جسم كتلة 4 كيلو غرام يتحرك بسرعة تمام اثرت عليه قوة بنفس اتجاه حركته كم يصبح مقدار زخمه الخط حلو الدفع بالدفة معطياتي هاي بالنسبة الي واضحة كم يصبح مقدار التغير في زخم وهي التغير في زخم هذا المطلوب طبعا لو طلعت على القوة معطيني اياه 8 فترة الزمنية 5 فصف كم يصبح مقدار زخم وهذا التغير في الزخم وليس يعني كم يصبح نو بدفاين لسه قلينا نيجي بس نطلع هاي 40 انا بعرف السه انه بي فاينل ناقص بي انيشي اللي هي تساوى 40 حلو بي فاينل بدو اياه بي انيشيال كتلته 4 وصرعته 2 يعني 8 فبننقل على الجهة الثانية بصير عندي بي فاينل تساوى 40 زائل 8 48 وكما قال الشاعر هلا هلا الجد والجد هلا الله عليه هاي ولي بدنا زي تعالوا نحله ونحله بهدوء وذكاء يالله عبا يالله يتحرك جسم كتلته وبسرعة معطيني سرعة البداية يعني سرعة البداية تساوى صفر عفوا 2 عند البداية عند الزمن زي على سطح حفق املس في خط طيب تغير لمدة 4 ثواني فإنما ينتصار في الفترة طالب طلبين والسرعة في جسم النهائية يعني طالب سرعته هنا وطالب هنا في منطقة هاي تسارع حلو انا علمتكم شغلة بكل ثقاب حل وانا واثق من نفسي اتدفع بالدفت ويمثل اي مساحة انت تحتاجها تعال فكر شوي انا طالب مني هنا تسارع الجسم في الفترة هاي تسارع اللي هو التغير في السرعة على الفترة الزمنية هاي اللي هي كم اثنين من ثلاث لواحد طبعا هاي في واحد في اثنين في انيش الفاينال اللي هي دلتا في يعني انا الان دي اشتغل على المساحة هاي فقط لا غير المستطيل ليش باجي اقول ساد اول اشي بقدر استفيد من هاي هاي عبارة عن الكتلة بالتسارع يساوي المساحة الكتلة معطينيها اثنين تسارع بالديل الفترة الزمنية اللي انت بتشتغل فيها الآن ثلاث ناقص واحد اللي هي اثنين محددة وهذا مستطيل الطول بالعرض الطول بالنسبة الى مية والعرض كم اثنين طبعا انا شايف اي اثنين ما اثنين بتروح تسارع يساوي مية اثنين كم بطلع عندي خمسين هاي طريقة طريقة ثانية في نفس نفوت في تفاصيل منها وبقول م في دلتا في وبعرف دلتا في وبعدين بقسم على الفترة الزمنية ما هي نفس الاشي هيطلع معنا نفس المبدأ نفس الاشي ما احنا عارفين هي دلتا في هي طلع هي دلتا في على دلتا تي فراح مع بعض الزمنية فلا كان هيك افضل اسلوب انطلع قدش الموضوع بس هيك اعيد عليه بسيط ويريت اذا استفدتوا من حلي على اليوتيوب في هذا السؤال تكتبوا لي بالتعليقات انا اعترف يعني انو الاجياء اللي قابل قصرت شوي معي باليوتيوب وما شجعوني وهذا السبب اني اتأخرت عليكم صراحة يعني فخليني حسب والله انو جيلكم قابل يعني التطوير والمساعدة ان شاء الله اطلعوا لما طلب مني التسارع من واحد اثلاث ركزتهم واشتغلت على هاي المنطقة بقاعدتي الدفع بالدفت سالت شو طالب ويوسى مساحة طالب تسارع وين مخبى التسارع جو القوة القوة هي كتلة في تسارع في فترة زمنية يساوي ايه كتلة اثنين تسارع بالديال فترة زمنية ثلاثي ناقص واحد المساحة الطول في العرض العرض اللي هو ثلاثي ناقص واحد برضو ايش اثنين فانا عارف استسارع عندي اربعة ايه 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 اثنين يساوي ميتين على اربعة على اربعة كتلة التسارع يساوي كم خمسين اوتي بس ركزوا معي هسا طلب السرعة النهائية هون اه في فاينل ولا تنسوا معي في ايشيال اللي هي معطينيها السؤال اثنين وقتها بده خلي رياضية تفسدنا عن الفيزياء الدفاع بده فت طبعا بقدرش استخدم القوة المتوسطة هون لانه انا ما معاي بالنسبة الي قوة متوسطة يعني في ناس بسألني ليش انتا استخدمت تسارع ثابت صراحة ليم تتسارع في التجربة تفكرنا عليه دائما ثابت فانا الان بفكر بذكاء من هون ام بذي فاينل يعني هيك الاصول في نيشيال هاي اسمها قوة متوسطة وهذا هيكي صار الشغل الميبني هاي مساحة بتعمل معاها كامل شبه ايش وانحرف مص في مجموعة القاعدتين قاعدة اللي تحت اربع قاعدة اللي صغيرة اثنين بالارتفاع اللي هو مية تمام هاي حدث ليش هيكي عدت لاني بدي اقول لها طلاب هاي القاعدة الاولى هاي القاعدة الثانية وايهم على ارتفاع مية كتلتي اثنين سرعة الفاينل بدي اياها والانيشيال اثنين في عندي مص في عندي وانا اربع زائد اثنين ستة مص في ستة شو دي اعطي عندي ثلاث مصبوط هيك مية بالمية او بلاش لو حكينا هاي خمسين هاي تلاثمية قصمت على اثنين اعطت مية وخمسين مصبوط انقلوا الاثنين على الجهة الثانية مية واثنين وخمسين باكي الجواب ملغي ملغي صح غلط اهي الصح فالجواب يعني بس بكل وساطة اشتغلت عليها هيا بنا اذا انا طلعت التسارع قبل شوية بكل ثقة لانه كل تسارع اللي بتعمل معه دائما ثابت وعلى فكرة وطولكم لو هتبلش من هون برضو رح يوصل لنفس النتيجة مية بالمية نبدأ ونشوف السؤال اللي بعده يتحرك جسم تحت تأثير عند اذن يكون الدفع اعطاني الدفع اعطال بالدفع خلال 20 ثانية بسيط ما هو الدفع بده فت ويساوي مساحة هل معاي معلومات فيه إزيائية لا والله هل معاي قوة ثابت استفيد منها لا 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 خلاص اذن الدفع هو عبارة عن مساحة وهي نصف دائرة شو الدائرة باي نصف القطر تربيع بس هي نصف المساحة اذن انا بدي نصف مساحة الدائرة يعني يقولكم الدائرة قصمة على اثنين وهي مش دائرة كاملة نصف في ناس نسي قصمة على اثنين يعني انا لما ضررت بالنص يمكن ما وضحت للطالب لا ديقول مقصومة على اثنين طب كده عرف نصف القطر يا سلام اول اشي هذا اسم قطر الدائرة كامل صح صح طب وشو هذا نصف نصف العشرين عشرة يعني باي في عشرة تربيع تمام تمام طبعا احنا الباي هاي بس نشيل هيك هاي باي نصف القطر عشرة تربيع عكما اثنين في عندي مية اثنين خمسين باي فالجواب يطلع خمسين باي يعني الجواب اطول السؤال زي هذا مش عارف وين المشكلة كانت المشكلة نعرف المساحة اللي بدي اياها واعرف ان هذا نصف القطر اذا هذا قطر كامل اذا نصف العشرين كم عشرة وعشرة تربيع مية عتنين ايك الامور تحت السيطرة باقي الاسئلة عودنا عليها ان شاء الله ما راح نتأخر فيها فخلونا نبدأ بكل قطع مع جسمان اي بي كتلة بي تساوي اربع مثال كتلة اي ترجمة صحيحة والطاقة الحركية لهما متساوية كائناتك انيرجي اي يساوي كائناتك انيرجي بي فان طلب الزخم ا الى الزخم ب طبعا طاقة الزخم كتلة بي معا اشتغل على الديكور بليز بليز كمان شوي مين طالب فوق هاي اي 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 بي بي بستبدل هاي معاي بتروح لكن بتوضع مكان اما اتنمتو وتحت تكون اربعة ام اي لما اوضت تحت اربعة ام اي اختصرت صف عندي زخم اي تربية على زخم بي تربية يساوي فوق واحد ضل وتحت شغل عندي اربعة بس باللجدر رح يطلع عندي زخم اي على زخم بي يساوي واحد على اثنين اللي هي واحد الى اثنين يعني الجواب اربعة عشرين هيكون عندي الف وين احنا رحنا سوري اين وعشرين برضو الف يما حسن الصدف يلا بينا عند مضاعفة الطاقة الحركية لجسم زخمه بمقدار وبثبوت كتلته فان زخمه الخط يساوي اه يعني صار تغير في الزخم طب هذا السؤال مش بين جسمين من نفس الجسم قاعد بيحكي لطاقة حركية وزخم وثبوت كتلته فانا وقته خلص بينا معا يعني اللفب بينا طلعوا please 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 two minutes كمان شوي كتبته مرتين نظام النسب اعط عليه فيديو شرح ما انت بحتاجه للمقارنة يعني اقول لكم من نفسي يعني حاب اسميها هيك final 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 initial 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 وعنوانا وانا ما فيش دالة الاتنين منكوش مخاتنا وعنوانا وقتها الاتنين مع الاتنين بتروح تمام وشو في عندي كمان مرضيات انا هنا السؤال لما حكالي عنده ثبات الكتل ببطل الكتل راحت ولما قال لي عنده مضاعفة الطاقة الحركية اربع مرات يعني بقدر قول كاينة كينيرجي الجديدة ساوي اربع مثال كاينة كينيرجي القديمة الين يشير استبدلتهاي صفة في البص عندك ايش اربعة بي فاينل بعد على بي انيشيل بعد يساوي اربعة صح هي بالمية طيب انا الان الان لو اجي جدرت اربعة واحد يعني زي قبل شوي صفة بي فاينل على بي انيشيل يساوي اثنين يعني بي فاينل يساوي اثنين بي انيشيل كم كان في البداية ستاش اثنين في ستاش اثنين وثلاثين فالجواب بده يكون اثنين وثلاثين بسيطة جدا جسمان اكس واي لهما نفس الكتلة ولكن سرعة اكس تساوي سرعة مثلي سرعة واي فانها طبعا لاعظ قديش واضح كتلة سرعة زخم هاي صرنا شفرية عليها عان 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 اه بده اكس عواي اوكي اكس اكس واي واي جسمان لهم نفس الكتلة راح الكتل مع بعض بشيل هاي وبحط اثنين سرعة واي صفة اكس على واي كنسب تساوي اثنين على واحد يعني اثنين الى واحد مية مية ايو اللي بدنا زيو وهذا ممكن نقصه جزء اه ونحل عليه هذا السؤال لحاله يعني هسا احنا تركيزنا هذا السؤال لو عجيت عملت هيك 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 نكون عارفين انه السؤال هذا بسيط على فكرة اجه جزء منه الوزارة الدور الماض هذا السؤال اللي كتاب هي الله على بركة الله نعتبروا ايشي خاص لحال اسبيشل نبدأ عادي صندقان اي بي يستقران يستقران يعني ساكنين يعني في انيشيال لهما صفر وبي انيشيال لهما صفر على سطح فوقي املاس اثرت في كل منهم القوة المحصلة نفسها اشتركوا القوة المؤثرة في ايه تكافر القوة المؤثرة في مين في بي باتجاه للفترة الزمنية نفسها برضو اشتركوا في دلتتي وكأني بقول اشتركوا في الدفاع اذا علمت ان كتلة الصندوق ام اي اكبر من كتلة الصندوق ام بي يعني اعطاني معلومة انه ام اي اكبر من ام بي فاي العلاقات الاتية صحية وهم نقول للطلاب اقول شي ديروا بالكم انا مش قاعد بحكي عن علم تصادم انه هذاك اشي وهذا اشي يعني انا ما في تجربتين مستقلات اللي فهمت من السؤال انه القوة مشتركة صح والفترة الزمنية مشتركة وبالتالي الدفع اي يساوي الدفع ب مية بالمية ليش لانه الدفع وعبارة عن قوة في زمن تأثيرها واعلم انه الدفع يكافئ التغير في الزخم صح ام بقدر اقول التغير الصار في زخم اي يساوي التغير الصار في زخم مين بي وهذا منفك زخم اي ناقص زخم اي وهذا زخم بي ناقص زخم بي حلو قالوا لي حلو تاي فاينل انيشيل فاينل انيشيل السؤال قال لي ساكنين يستقرون يعني بعتبر هذا صفر وهذا صفر اطلعت بنتيجة انه زخم اي فاينل يساوي زخم بي فاينل فاشتركوا بنفس مين الزخمات تمام اذا هاي تعتمد كاثبات طب هاي المعادل رقم واحد لو انا ربعت الطرفين طب ليش هادو دين في بالي شغلة واستغلت العلاقة اللي بتحكي الزخم تربية تو مينتز كمان شوي صح والله خلص فيش دهها حطفاين احنا عارفين يعني كامل ساكنين هاي ايه ايه وهي بي بي طلعوا اختصرت الاثنين مع الاثنين طلعت بالنتيجة هاي كتلة ايه في الطاقة الحركية لأيه يساوي كتلة بي في الطاقة الحركية لأيه لو لهم نفس الكتل لهم نفس الطاقة لكن مين اكبر ايه ومين اقل بي من السؤال اكبر بما انه هاي اكبر لازم تكون هاي اقل ومنه هاي اقل لازم تكون هاي اكبر فالآن طلعت من نتيجة واضحة جدا عندي انه الكاينتك انيرجي لبي اكبر من الكاينتك انيرجي لا ايه ليش الكتلة الصغيرة لو كاينتك انيرجي ايش اكبر انه وندك طب ايه اعطي مثال بالله رقمي هون عشان يستوا بالفكرة بصير بصير لو حكيت هاي 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 ستة اغير لون ستة وهاي مثلا ثلاث طب ليش خدت نصة مش شرط اقول لكمها اربعة حقوا علي ستة في اثنين واربعة في ثلاث طبعا ستة في اثنين بعد اثناش واربعة في ثلاث شو بعد اثناش ينتكافؤوا فالرقم الاكبر هون الكتلة فاللي كتلته اكبر طاقته اقل واللي كتلته اقل طاقته شمالها اكبر وهيك كان نقاش رائع جدا واثبات بسيط في هاي الامور يعني اخذ وعد نتبرها هيك A في B يساوي C في D اذا هذا اكبر هاي لازم يكون اقل واذا هذا بده يكون اقل لازم اللي هون شو يكون عندي اكبر عشان تطلع القيمة ثابتة وهيك بكون جوابنا الصحيح ان شاء الله هو الفرامين جيم والله وليل التوفيق طلابنا الغالين يكون في سؤال بالاسئلة مثلا من الاسئلة هاي بس امشي عليها على طول الطالب مثلا يتغلب منه زي هذا السؤال مثلا كان عندي بالامثلة في الاسئلة غصلي في تمارين الدرس نقلته لهون وقتها بلاحظ انه كثير من الطلاب بيسألوا عن هذا السؤال شو باجي بعمل بكل بساطة بروع على اليوتيوب قناة المعلم محمد الدين دور على اش اسمه قوامة تشغيل ببدأ بتبحث عن ما يطلبه الطلبة ولا تيني عن لوزي هيوها ولا تيني عن لوزي بفوت عليهم بصير ادور على اشي انا بديها وبكومة بالاخير بصبر بطول هاي مثلا تسمي رح نحتاجها هاي نظام اشارات اللي حكيت عنه مرة ايه والله هاي النسب وهاي الرسم يعني زي هيك بس انا كنت حطه مثال كنت لقيني شرحته مية بالمية عشان هيك برجع اقول للطلاب الله يرضى عليكم وكل احترام والتقدير انا متابع طبعا اه مختار الغالي في مختصر الافلام يعني اشي حكاية بكون احضر وضحك وانا مبسوط على هاي الشخصية الحلوة اللي بتغير الموت فتح عندي عطود اه من اهتماماتي اني اتابع دايما هيك يعني الترجم السريعة للغة المصرية الرائعة جدا ليس مش موضوعنا نرجعنا موضوعنا موضوعنا شو بحكي بحكي موضوعنا احنا هنا مباشرة انه انا اي سؤال بغلبني بروع على قوام التشغيل مباشرة بلاقي اه ما يطلبوا الطلبة ما دور فيه ما لقيتوا بروع على فيسبوك على صفحة اسأاني للفيزياء يا ريت والله نقدر كل يوم على الساعة اتناعش في بوست اسئله بننزل السؤال بدنا ايام بنقصه بنصوره في ادمنز محترفين ما شاء الله عليهم فيش داعي اني اقول اتكر اسمها كلهم والله ما احدا بيقصر وانا بكون معهم برضو بنساعدكم بالحلول بإذن الله تعالى لذلك ان شاء الله كمان يعني ثلاثة ايام بننزل او اربع ايام حلول ورقة العمل الثاني ضاع دائرة عشان انا بضمن هيك الطالب بيستفيد لانه انا حرام في نظري لما يكون الحل زي هيك اقوى دعيد فيه طب ما هي الحل واضح اذا الحل قدامك مش عارف لان عندك مشكلة تعبى حالك اهي فكرة لكن هنا ما كان الحل واضح باجيم دال لا اضطرنا نشتغل فيه على طول وبهمني رأيكم بعد الفيديو هذا بالتعليقات الله يا رب يعطيكم الفافية واستودعكم الله الذي لا تضيع ودفع